هذا مقر الحاسي الله أكبر خسارة حفتر لغرفة عملية غريان التي كان من خلالها يقود عدوانه على طرابلس الأربعاء الماضي وترض قواته منها أفقده على ما يبدو القدرة على السيطرة على قواته المشتتة في مناطق مختلفة جنوب العاصمة قوات عملية بركان الغضب عثرت عقب سيطرتها على معسكرات غريان على كميات هائلة من الأسلحة زودت بها الإمارات حفتر وهو ما يراه مراقبون سببا لشن الطيران المسير التابع لأبو ضبي غارات جوية على مخازن الأسلحة من أجل التخلص من هذه الأسلحة والذخائر القصف الجوي الانتقامي الذي استهدف معسكر الثامنة بمدينة غريان أظهرت الفيديوهات أنه يستهدف المعسكرات التي كانت تسيطر عليها قوات حفتر وبعد كل قصف سمع دوي انفجارات من المتوقع أن تكون للدخائر التي طلقتها قوات حفتر دعما من الخارج حفتر توعد في بيان منسوب له برد قاس على خسائره المتواصلة في مواجهة قوات الوفاق وهو ما يكشف حجم الصدمة التي تلقاها نتيجة الهزائم المتلاحقة الأخيرة فيما يستمر انهيار قواته وفقدها لمواقع جديدة كل يوم في الوقت الذي يتوقع مراقبون انهيارا مفاجئا وهزيمة كاملة للقوات المعتدية على طرابلس في أي وقت ترجمة نانسي قنقر